ازايكم ولسه بكمل معاكم رحلة البحث عن السعادة سؤالة سألته ازاي املى بيتي سعادة ازاي خلي اسرتي سعيدة اتكلمت على النقطة الاولانية وهي ان فاقد الشيء لا يعطي لازم الستة او الام او الزوجة لازم تدور هي نفسها على ايه اللي بيسعدها وتزودوا في حياتها وايه اللي بينغص حياتها او بيضايقها وتقللوا النقطة التانية اتكلمت عن الصحة وازاي ان السعادة لا تكتمل الا بوجود صحة عشان ننعم ببيتنا وقسرتنا وحياتنا وكل الحاجات الحلوة اللي عندنا النهاردة بقى النقطة التالتة هي الفلوس مش هقول الكلام الكلاشيهات المثالي زيادة عن اللزوم ان الفلوس مش كل حاجة وان الفلوس ما بيجيبش سعادة وان كذا وكذا 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 الكلام ده حلو جميل براق بنقوله لنفسنا او بنسمعه من الاخرين عشان يعني نخفف شوية عن نفسنا لكن الحقيقة هي ان الفلوس هي اللي بتخلي العالم يدور هي اللي بتخلي في حياة اصلا عدم وجود فلوس او دخل بيخلي الحياة تقف فازاي بقى نفكر في الفلوس على انها تكون مصدر سعادة لنا اول نقطة هو ان ايه دخلنا كل اسرة ليها دخل الدخل مرتبط بمين اللي بيشتغل في الاسرة وبيشتغل في مجال ايه وبياخد كام وبيدخل للاسرة قد ايه النقطة التانية هي المصروفات يعني فيه ان وفيه اوت الاوت ده بيعتمد على حاجتين المصروفات السابتة والمصروفات المتغيرة المصروفات السابتة زي ايجار الشقة او است الشقة المكان اللي احنا ساكنين فيه المصروفات السابتة زي الكهرباء والمية والغاز والحاجات دي المصروفات السابتة زي العربية است العربية البنزين المصروفات المتغيرة هي الحاجات اللي بتتغير من موسم لموسم او من فترة لفترة في حياتنا مهم جدا ان كل زوجة او ام او سيدة بيت تعرف ايه دخل الاسرة الكلي وايه المصروفات السابتة وبالتالي اللي هيتبقى هو ده اللي هو هتغطي بيه المصروفات المتغيرة لما نخطط صح لمادياتنا ولامورنا المادية انا هنا ما بتكلمش على ان الدخل كتير او قليل انا بتكلم ان كل واحد على قد الدخل اللي جايله كل برغوت على قد دمه زي ما بيقولوا لكن نبقى فاهمين ووعين اللي بيتبقى بعد المصروفات السابتة هنا بقى بتظهر مهارة السيدة ان هي تعرف ازاي تدبر امورها بما هو متبقي من الدخل ففيه نقطتين مهمين قوي لازم نتكلم فيها الاولانية هي صراحة الزوجين مع بعض فيما يخص امورهم المادية النقطة التانية صراحتنا كمان مع اولادنا زمان كان كنا بنشتري يعني كانوا زمان قبل حتى الجيل بتاعي كانوا بيشتروا الهدوم في مواسم موسم الشتاء او في الاعياد دلوقتي احنا بنشتري عمالة على بطال بنشتري على طول انا بقولش الكلام ده وليكو بس انا بقول الكلام ده ليكو وليه بقى الشراء جزء من ازاي بنرفح عن نفسنا الاولاد ما عندهمش احساس بالفلوس ليه ليه الولاد اليومين دول مش حاسين بقيمة الفلوس لان هم ما بيعملوش حاجة وصاد انهم يكسبوا الفلوس دي زمان كان فيه مصروف ولما حد بيغلط بيتحرم من المصروف دلوقتي مفيش دلوقتي الولاد بياخدوا فلوس عمالة على بطال رايحين جايين اه لأ انت ليك مصروف لأ انت ليكي مصروف والمصروف قد كده وهتشتغل يعني وصاد هذا المصروف انت اما بتشتغلش شغل بيجيب فلوس لكن عليك مسئوليات مسئولياتك انك تزاكر مسئولياتك انك تساعد في البيت مسئولياتك انك مثلا بيروح تمرين او حاجة يواظب عليه هي دي مسئولياتك مسئولياتك دي وصادها ان انت بتاخد هذا المصروف اللي انت بتاخده مهم جدا جدا ان احنا نربط الفلوس اللي بياخدها ولادنا بالعمل اللي بيعملوه ما ينفعش ان يطلب فلوس وياخدها لازم انت عايز الفلوس دي ليه وعشان ايه مهم ولا لأ نقدر نستغني عن اللي انت عايزه ده ولا لأ والاهم بقى هتعمل ايه عشان تاخد الفلوس دي اذا ما عملناش كده الولاد بيحسوا ان هما انتايتل انتايتل ده معناها ان هما حاسين ان ده حقهم يعني انت بتكلم في ايه يعني منتايتل لازم تدوني ما شمعنا صحابي شمعنا فلان وشمعنا فلان والكلام ده نعلمهم ونعودهم وانس ان احنا بقينا بنمنج موضوع الفلوس بندير موضوع الفلوس وعارفين ايه اللي داخل وايه اللي خارج وايه احتياجاتنا وايه الاساسيات وايه الكماليات ونقدر نوفر فين ونقدر نعمل ايه وايه اللي ممكن نعمله بزكاء ان احنا نخلي حياتنا كويسة وسلسة وظريفة باقل التكاليف بدون بخل بدون شد بدون تنشانة ليه انا اتكلمت المرة دي على موضوع الفلوس لان السبب اساسي من الخناءات اللي في البيت بتبقى على الفلوس ما بين الزوجين انا هجيب لكم منين او الام اعمل ايه اه يعني احنا محتاجين ناكل ونشرب ونروح ونيجي والمدرسة عاملة حفلة الهالوين الشهر ده فمحتاجين نجيب حاجات ومحتاجين نجيب سابلايز والكلام ده والولاد هو مش حاسس بقيمة الفلوس مش عارف بتتجاب منين مش عارف اي حاجة اه اه مفيش قواعد اه تحدد ازاي اه حنتعامل مع ولادنا في الفلوس انت تعمل كذا عشان تاخد كذا او انت تحوش او انت اه انا هتديك نص الفلوس بتاعة اللعبة اللي انت عايزها بس انت تحوش النص التاني وهكذا اه فالخلافات على موضوع الفلوس ده اه مهم جدا للأسف في بعض الناس اه اللي فيه بنود ممكن جدا بل احيانا لازم لاستغناء عنها زي مثلا بند السجائر تلاقي ال بند السجائر الفين او اكتر جنيه في الشهر رايح لبند السجائر وللأسف يعني فيه بعض الاسر وسيدة وسيدات يعني كلموني بتشتكي انه اساسا مرتب جزها حاجة صغيرة ونصه رايح على السجائر للأسف ده ادمان معلش بقى يعني بدون من شجر كوت ونحلي ونتكلم السجائر ادمان وربنا يرحم الشخص اللي هو بيشرب سجائر بصراحة لان ده ادمان انا مش مؤمنة ان هو عادة سيئة لا يمكن التخلص منها السجائر ادمان حقيقي وادمان فعلي زيها زي المخدرات زيها زي اي حاجة تانية مادة كيميائية غريبة بتغير كيميائية المخ موجودة في جسمنا الجسم بيبني اعتمادية عليها فبالتالي بيبقى لازم لازم الحصول عليها حيبقى فيه خلافات وحيبقى فيه شد وجذب وأجيب لكم منين لأ هتلينا ان انت تتخلص مثلا من عالب سجائر بدل ما بتشرب ثلاثة في اليوم اشرب اتنين والباقي دو يدخل للأسرة يعني مفيش مفيش حل سحري لكن الرسالة الاساسية اللي انا عايز اوصلها هنا ان كل سيدة احنا ما بنتعلمش الكلام دو على فكرة في المدارس ما بنتعلمش الكلام دو ما فيش كرسات الواحد ياخدها في ادارة المنزل والكلام ده كانوا زمان كان زمان فيه الحاجات دي بس دلوقتي ما فيش فلازم احنا اللي نعلم نفسنا بنفسنا احنا اللي لازم نفكر احنا اللي لازم نستغل كل قدرتنا العقلية في ان احنا محط نظام محدد في نظام مثلا بيسمون نظام الانفلوبس او الظروف ان الفلوس تجاب كاش في البيت اغلب الناس دلوقتي الفلوس بتنزل على حساب البنك او او واتفر بس المهم يعني مش البلك الكبير من الدخل بيخش كاكاش في البيت لا يدخل كاكاش ويتقسم في ظروف ده ظرف كذا وده ظرف كذا دي فلوس كذا وده فلوس كذا وده فلوس كذا لو سيطرنا على موضوع الفلوس ده وحنقل الجزء كبير جدا جدا من الاسترس في حياتنا وكمان حنقل العدد الخناءات اللي بتحصل اللي ممكن تكون خناءات ممكن تكون مش كتيرة بس بتبقى عنيفة وصعبة وبتأثر على الموت في البيت وبتأثر على العلاقة بين الزوجين وبتأثر على العلاقة ما بين الاب والام واولدهم وبيبقى فيه كده شد وجذب وتنشانة طول الوقت الموضوع انا اتكلمت عنه في اكتر من مرة في فيديوهات انا عملتها اعتقد فيه حلقة من حلقاتي على ازاعة كنداوي كنت عاملة الحلقة دي عن فن ادارة الميزانية الاسرة فانا هدور عليها هحط لكم بعض الفيديوهات في تحت الفيديو لينكات لفيديوهات تانية ممكن تساعد ان احنا نفهم ازاي نمانج الفلوس ندير الفلوس في حياتنا الموضوع مش سهل وزاي ما بقول لكم انا بدي بالحاجات التقيلة قوي في الاول ساعدة الست نفسها والصحة والنهار ده الفلوس موضوعات تقيلة وكبيرة يعني ما تفتكروش ان هو زرار حنتك عليه وفجأة احنا سواعدة وعصفير واغاني وصوت كمان جات في الخلفية والكلام ده ولا لا بس لازم نبتدي والبداية النهار ده بالفيديو ده يعني مع الفيديوهات التانية مع الواحد كده يقعد كده يخصص ساعة كده بينه وبين نفسه وكل مرة بقول لكم ورقة وقلم وكتبوا اكتبوا المعلومات دي اكتبوا الحاجات دي وكتبوا يعني اعتبروك انه تمرين واعملوه على حياتكم انتم اشوفكم المرة الجاية